شركة جوجل المفروض تعطي العلامة التجارية مالة بيكسل حك شركة وان بلس وتعتمد على شركة وان بلس ان هي تصير تنزل تلفونات الجوجل بيكسل من اليوم ورايح يعطيكم الصحة والعافية معاكم احمد وعريكي فيديو الاخبار ثمان اعلانات صارت بسبوع واحد شهر عشرة شهر العطاء يستمر يعطينا تلفونات يديدة خلال هذه السنة وايت فيه اشياء لازم تكلم عنها بهذا الفيديو احنا الثمن الاعلانات اللي صارت اولهم كان من شركة بحانة صانيك مع اليلوغا زي وان برو بعدين عندنا اعلان من شركة سامسونج حق جالاكسي اي سيكس اس وبعدين صار عندنا اعلان من شركة اوبو حق الار ففتين اكس وعندنا اعلان من شركة ميزو حق النوت ايت وعندنا اج تي سي مع الاكسودس فون وشاومي مع البلاك شارك تو او الهيلو شاومي مع المي ميك ستري واكيد عندنا شركة وون بلس مع الوون بلس سيكس تي رح نركز بهذا الفيديو عن اربع اعلانات او اربع تلفونات ينبلش فيها مع شركة اش تي سي والاكسودس فون شنو رح يبلنا هذا التلفون يديد هذا اول تلفون فعليا رح يدعم لك البلاك شين البلاك شين اذا انت ما تدري عنها ساويت فيديو رح يطلع لك هنا يتكلم تلان عن تقنية البتكوين او البلاك شين اللي من ورا عملات الرقمية مالة البتكوين كل شي رح يكون عنطرق البلاك شين بالمستقبل ايه بس مسألة وقت وهذا التلفون رح يكون أوه شي اوه تلفون بالعالم يدعم لك هذه الشغلة انا اتوقع هذه الشغلة رح تكون موجودة على تلفونات ليه جدام ليه سنين ليه جدام ان كتا تقدر تحافظ على امتلكاتك الرقمية ويكون تتبع عن طريق البلاك شين وهذا رح يعطيك هذا التلفون اش تي سي اكسودس بس من ناحية المواصفات والارقام الشغلات الواجهة اللي انت عادة يعني الناس تسأل عنها التلفون سيكون بالضبط نفس HTC U12 Plus نفس الشكل، نفس الأبعاد، نفس المناصفات فالسناب دراجون 845 6 جيجابات ذاكرة عشوائية بطارية 3500 ميلي انبير شاشة ستة بوصة كاميرتين من الخلف، كاميرتين من الأمام شغلات اللي انت شرفتها بالHTC U12 Plus سترجع مرة ثانية على HTC Exodus ننتقل حق شركة شامي بالبلاك شارك 2 والمي ميكس 3 الآن البلاك شارك 2 الحلو في الموضوع أنه المفروض يتوجه حق العالمي لأنه أول بلاك شارك نزل كان بس حق الصين وهذا التلفون سيبلك آداء عالي مقابل السعر اللي انت راح تدفعه راح ينافس المفروض يكون تلفونات حق فئة الألعاب قاعد تكلم انت Asus Rogue أو الROG Phone قاعد تكلم عن Razer Phone وغيره من تلفونات الثانية الموجودة حق الألعاب والبلاك شارك 2 سيبلك شغلة غير عن التلفونات الثانية الموجودة حق الألعاب هي عدد الرامات اللي راح تكون موجودة على التلفون قاعد تكلم عن 10 جيجا بايت ذاكرة عشوائية عشرة عشان تقدر تلعب ألعاب على التلفون وما تحاتي ان التلفون يعلق وياك لهالدرجة 10 جيجا بايت أنا عن نفسي ما كنت بتوقع ان انا نشوف تلفونات عليها 10 جيجا بايت ذاكرة عشوائية على آخر سنة 2018 وهذا يخليني أحس ان ترى على آخر سنة 2019 راح ندخل وإحنا نضحك تلفونات راح تكون عليها 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بالذات من مصنعين الصينيين 845 راح يكيب كاميرتين من الخلف وكاميرا من الأمام بس ما ظنيتي هذا التلفون راح يكون موجه للمصورين فلا تتأمل ان الكاميرا راح تكون قوية راح يكيب شاشة ستة بوصة موجه حق للعاب فيه سلفة الار جي بي لانه يشبلك ألوان ومعرف ايش وعليه عتاد وايد عالي عشان يواكب للعاب التلفون الثاني من شركة شامي راح يكون الميميكس 3 والميميكس 3 عليه الضغط وايد كبير لانه الميميكس 1 حرك السوق من ناحية لغة التصميم من بعد الميميكس 1 شفنا شركات تتوجه حق سلفة لغة التصميم اللي يكون من غير إطار وابعاد الشاشة تكون ايهم واكبة من ناحية واجهة التلفون ميميكس 2 ما سوى ضجة نفس الميميكس 1 نهائيا وبعد نزلوا ميميكس 2S الميميكس 3 المفروض هو اللي يكون الحين يرجع مجد ميميكس مرة ثانية وغيرت Arkansas اول مرة شركة شاومي مع 8wwww ميميكس 3 سالفت ان الكاميرا أخيرا ما راح تكون موجودة على زاولدة من تحت الكاميرا راح تكون موجودة من فوق بمكنيزم وتقدر ان تتبطلها وتذكرها يدويا راح تكون مبنية من تحت الشاشة اذا كنت ألي بقول نوكي N95 N85 26 96 الناتسترزيون ما راح تذهب من فوق او تحت عشان تبطل شركة شاومي وخدمت ً وعتبرت على الاعتبار ان التبطيلة والتسكيره هذي ما راح يتاخذ بس ان انا ابطل وسكر وكان اضغفر الرحيم الا انا ممكن هذي مع الوقت خلص تخترب حاطتلك مغناطيس يلس اقولوا ببعض فلازم انت فعليا تحط ايدك تسكر وتبطل علشان ايها تطلع وياك ولما تسوي هذه الحركة ستبطل تطلع الكاميرتين راح تكون موجودة من الامام 24 ميجا بيكسل مع 2 ميجا بيكسل غير الكاميرتين 12 ميجا بيكسل و 12 ميجا بيكسل من الخلف ما يندر شلون اداءهم شركة شاومي انا عادة اتحفظ من ناحية اداء الكاميرا لما يجرب التلفون فعليا لان مو افضل كاميرا شركة شاومي تصنعهم هذا شيء معروف التلفون راح يكيب شاشة 6.4 بوصة بس بطارية اصغر 3200 ميلي امبير ما يندر فعليا شلون اداء راح يكون رازم نجرب واخر شيء الكونفيقريشن ماله راح يبلشه مع 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية ورح يوصل مرة ثانية لعشرة جيجابايت ذاكرة عشوائية مع 512 جيجابايت ذاكرة تخزينية فشركة شاومي واخر اعلان راح نتكلم عنه هو الاعلان اللي اتوقع كلكم دايشيتو هذا الفيديو عشان تشوفونا اعلان شركة وون بلس مع الوون بلس 6T هذا الاعلان صار امسان اصطلا اجلت هذا الفيديو لين خلص الاعلان مع شركة وون بلس عشان اقدر اتكلم عنه الوون بلس 6T اكد لك كل التسريبات اللي كانت قاعد تطلع من ناحية شنو شارات نحن ممكن نحصلها على التليفون تحسينات على التليفون اردي جدا ممتاز الوون بلس 6 اول شيء هي شكل تليفون النتوء صار يدعم لك التير دروب ان احنا شفناه مثلا على الواوي ماي 20 مع الاوبو اف ناين وغير من التليفونات الصينية اللي فيه نتوء يكون وايد وايد صغير اذا كني بالإسانشل فون على نفس الكاميرا مات 24 ميجابيكسل من ناحية السيلفي والمستشعرات اللي موجودة كانت على الوون بلس 6 وغيروا لك الحواف دار ما دار التليفون صارت بعد نسبيا اصغر عشان شديد تزيد لك حجم الشاشة من 6.2 بوصة ل 6.4 بوصة بنفس بعاد مات التليفون وهذا ينتبر انجاز من التحسينات الثانية اللي ستكون موجودة على التليفون هي البطارية سعة البطارية زادت من 3300 ميلي امبير 3700 ميلي امبير 400 ميلي امبير زيادة مفروض يعطيك اداء بطارية افضل او رادي كانت اداء البطارية الوون بلس 6 جدا ممتاز فهني راح يعطينا مفروض اداء بعد احسن من شديد الكاميرتين الموجودين من الخلف راح يكون نفس الكاميرتين اللي شفناه على الوون بلس 6 بس عندنا معالج تصوير افضل مفروض يحسن لك مضعيات الاضاء المنخفضة مفروض صارت احسن وعندنا الحين بورتلت لايتنج شيء يديد هم راح يكون هذا ممتاز حتى الكاميرا الامامية وشعلوا البصمة اللي موجودة كانت من الخلف وحطولك اياها تحت الشاشة فصار هذا الآن ثاني تليفون بالعالم فعليا سوى تليفون بصمة تحت الشاشة موجه للعالمية ومس برودكشن بعد الواوي مي 20 برو وهذا شيء وايد وايد ممتاز حي بصمة لتحت الشاشة اتمنى كل التليفونات تشيل بصمة وحط لناها تحت الشاشة وايد وايد متحمس حقها الخاصية على الوون بلس 6 تي والتليفون اول ما تشغلها راح يكون شغل على الاندرويد باي اكسجون اس مبنى على الاندرويد باي مع شغلة يديدة من ناحية الجستجرز اصدار الثاني متحمس لها لان الجستجرز بصدار الورع على الوون بلس 6 ستانست عليها بشكل وايد كبير للحين الشغلات اللي ناقصة بالتليفون هي سالفة مقامة ماء والغبار اللي حماية يعطونا رقم فما ندري اذا اصلا تقدر تخلي التليفون يكون يم الماء ولا لأ وسالفة الشحن اللاسلكي للأسف التليفون اللي حماية عملك هذا الشيء معنى التليفون للحين مصنوع من الزجاج ما حطت لناها الخاصية شركة وون بلس وشيء ثاني يذكر شالت شركة وون بلس منفذة 3.5 ميلي تبريرها حق الموضوع علشان تكبر البطارية وتصغر الحواف وتحط بصمة تحت شاشة بمجسم كبره وون بلس 6 فاضطرت انها تشيل فتحة الـ 3.5 ميلي بس على الأقل سوت حركة حتى الشركة اللي تبيع تليفون سعرها 1500 دولار امريكي ما سوتها حطت لك داخل العلبة القطعة اللي علشان تحول انت من USB-C لـ 3.5 ميلي وحطت لك شاحن سريع وسعر التليفون 540 دولار امريكي 540 دولار امريكي راح يعطيك ابتداء او 549 دولار امريكي ابتداء راح يعطيك 6 جيجابايت داكرة عشوائية مع 128 جيجابايت داكرة تخزينية ابتداء الـ 64 جيجابايت خلاص انتهى بعدين راح يوصل سعر الى 629 دولار امريكي 8 جيجابايت داكرة عشوائية زائت 256 جيجابايت داكرة تخزينية قاعد تكلام انتهى UFS 2.1 والتليفون راح يدعم شريحتين ما راح يكون فيه expandable memory خليك عالسحاب فمتحمس حدا متحمس وعشان شذي قلت لكم اول فيديو المفروض شركة جوجل تعطي اللايسنسنج حق شركة OnePlus تقولهم يا جماعة الخير انتوا سووا التليفونات Google Pixel احنا ما نعرفين سويهم انت سوي الجوجل بيكسل عطني OnePlus 6T علي نظام Google Pixel 3 وعيش اعيش ذيش الساعة اعيش اقدر انا استعمل امكانيات الكاميرا مع تلبيكسل 3 وتصميم مع شركة OnePlus بنظام التشغيل مع الاندرويد خام خلاص بس ما يبيل الموضوع التفكير اكثر من شذي جوجل رفعوا سماعة شيل جوجل بيكسل 3 مالك الى اصلا الحين قاعد تطلع بعد كلام ان النتوء اللي موجود من فوق مو كافي قام يطلع نتوء بعد من على جنب وقلهم الو شركة OnePlus هلا جوجل ايه الله يخليكم خلاص انتوا اخذوا البيكسل وسووا انتوا التليفونات عقل ما تخلصون دزلون اياهم احنا نضبط الكاميرا واحنا نضبط النظام تشغيلي هذا والله ساعة مباركة خلاص خلاص الموضوع علي ابشر 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 البيكسل 4 انا نزلك اياه قال الله غفورا رحيمة خلاص نه ما نفهم اذا شركة نفس OnePlus صالها خمس سنين موجودة بس بالسوق قادر تنزل تليفونات نفس OnePlus 6T على شركة جوجل شنو قاعد تسوي فبس اتوقعت والاخبار خلصت لان اليوم في اعلان حق شركة ابل مع الايباد اليدد رح سوي فيديو منفصل نتكلم عن هذا الشي واتوقع في بعد اعلان حق شركة اونر رح يكون بعد باتشر ويخلص بعدين شهر عشرة شهر العطاء اتمنى كل سنة شهر عشرة يكون شذي ملغوم اعلانات ورا اعلان ورا اعلان ورا اعلان وانا قلبي قلبي ناغزني يقولي ان سكوت نوكيا معبط يمكن فيه شي لجدام واحنا لاحن ما ندري عنه فبس سمونا على طال الوكسور سلامتكم من تعيشون احمد وعركي فمالله الكريم